تلاتي نقط حضراتكم لمجموعة من الأخبار من بره مصر و هنبدأ أخبارنا النهاردة مع مواطن إيراني قدر أنه يحطم رقم قياسي استثنائي في موصوعة جنس الأرقام القياسية من خلال موازنة 85 معلقة في مواقع مختلفة على جسمه هتشوفوا مع حضراتكم الصورة على الشاشة زي ما حضراتكم شايفين هو حاطت المعالق بالشكل ده على جسمه وهو بدأ يعمل التجارب دي منه هو طفل صغير و قال أنه لاحظ أنه موهوب منه هو طفل لكن بعد سنين طويلة قدر أنه يشتغل على الموهبة دي من خلال الممارسة والمواصبة على التمرين و يقدر أنه يحقق بالموهبة دي أنه يدخل موصوعة جنس الأرقام القياسية جميل أن الواحد يعني يكتشف الموهبة اللي عنده ويشتغل عليها وينميها موهب غريبة حقيقة طيب من إيران نروح للصين في عمال متحف جيش الطين قدروا اللي هم يعثروا على تمثيل ذهبية وفضية جديدة في حفرة هي الأكبر في استكشافهم بتبلغ مساحتها أكتر من 14 ألف متر كمان العمال عثروا على بقايا خيول وعربات الخبراء قالوا أن القطع دي بتشير للمكانة الكبيرة لصاحب المؤبرة دي و تمكن علماء الأثار من تنظيف التمثيل الذهبية والفضية للخيول لتستعيد شكلها الأصلي ورونقها علشان الناس اللي ما تعرفش الجيش الطيني هو عبار عن تمثيل لمحاربين حوالي 7000 تمثال ويموجودين في مقبرة الإمبراطور تشي شي هوانج وهو مؤسس أسرة تشين وهو اللي وحد الصين وتم اكتشاف الجيش ده عام 1974 في ولاية ماتشجن الأمريكية مشهد مرعب عمرك ما هتشوفه في الحقيقة لكن ممكن تسمع عنه حيب أن هم شافوه فعلا وده مش فيلم ولا أي حاجة يعني مشهد وطقته كاميرات مرأبة لعربية طارت فوق جسر بسرعة كبيرة جدا الحادثة دي استواء كنساء عربيته زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة وسرح شوية تقريبا اتفاجئ بقى بالمشهد اللي انتو شفتو دلوقتي حالانة العربية طارت لحسن الحظ أنه الإصابات اللي كان سايق إصابات خفيفة الحمد لله ربنا سلم يعني مش عارفة إيه السرعة اللي ممكن يعني يطير بيها بالشكل ده لو عندنا في مصر كنت قلته أكيد واحدة لسايق العربية ده أكيد لكنه شابه والخبر بيقول شاب طيب نروح من ماتشجن لفلوريدا في حفرة كبيرة عبلاقة موجودة هناك بلعت عدد كبير من البيوت بكل اللي فيها وده نتيجة هبوط أرضي تسبب في خسائر مادية كبيرة علشان كده السلطات المتخصصة قررت اللي هي تخلي خمس بيوت علشان الموضوع ما يكبرش وتحصل أزمة تانية أكبر من اللي حصلت بسبب الهبوط ده في مقطع فيديو وثق الموضوع وظهر فيه رجال الحماية المدنية وهم وقفين زي ما احنا بنتابع دلوقتي على الشاشة وقفين على مكان مرتفع جنب الحفرة في موقع الحدث مشاهدين عن روح دلوقتي الفاصل سريع ونرجع ونكمل معكم الكلام في صباح الخير يا مصر مرحبا حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر يمكن حديث الساعة ودايما النهاردة يعني الناس الفترة الأخيرة بتصحى من النوم قبل ما تقول صباح الخير أول حاجة بتعملها تتطمن على درجات الحرارة وتشوف حالة التقصي هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة فيه استمرار للخفاض درجات الحرارة وهيكون التقص بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصيد ويكون ماء للدفق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومعتدل على جنوب الصيد لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء وبيوصل لحد السقيع على وسط سيناء النهاردة كان فيه كمان هيكون فيه شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصيد كمان فيه فرص لهطول الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وتبقى درجات الحرارة في القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 8 درجات وإيه كمان إسكندرية هتكون الصغرى فيها 10 والعظمى 15 وفي سانت كاترين الصغرى هتكون سالب 3 والعظمى 6 والأقصر هتكون درجة الحرارة فيها الصغرى 7 والعظمى 18 يعني الطقس كده بينبئ أن لسه مستمرين في موجة السقيع دي حبة حلوية لا خلينا بس نهوين على نفسنا الجو بقى أحسن طبعا من يوم الأربع ويوم الخميس انت كان بدرجة الحرارة العظمى 15 في القاهرة والصغرى 6 فالموضوع أفضل بالليل دي 6 برضو يعني مسهلة الشمس هتبتدي تطلع شوية يعني أعتقد أن الجوة هيتحسن بإذن الله أهم حاجة تبقى ببسوطة